نشوف مع بعض أهداف اللقاء هدف من الأهداف الحلوة جداً لللاعب زياد طارق هدف من أهداف الحلوة ده زياد طارق بيحطها في الزاوية البعيدة على يمين حارس مرمى فارقه هدف من الأهداف الحلوة فرصة زياد طارق هو ما بيلعبش مع الدرجة الأولى دلوقتي أنه ينزل ويشارك مع فريق الشباب عشان يجهز ويكون موجود خلال فترة القادمة برضو ده الهدف الثاني شادي ردوان برضو شادي ردوان من العناصر واللعاب المميزين بيعمل كرة عرضية لعلى عمر بيسكنها على يمين حارس المرمى هدف من هدف الحلوة وتحرك رائع من على عمر اللي بيقدي مستويات عالية جداً خلال فترة دي في النادي الأهل ده هدف فارقه من ركلة جزاء